موسيقى مساء الخير هي إطلالة طارئة في توقيت متحرك استدعاها أكثر من ملف يؤرق المنطقة هي ملفات ثلاثة حدد أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله رؤاه ومواقفه منها فلعب دور المحقق في طائرة الاستطلاع من دون طيار مجهولة باقي الهوية واضعا كل الفرضيات على الطاولة ومتحدثا عن ضياع إسرائيلي في تحديد هذه الحادثة إذ ليس ما يؤكد بالصورة إسقاطها وعرض حطامها ومن باب طائرة الاستطلاع المزعومة أكد نصر الله أن يد المقاومة على الزيناد محذرا إسرائيل من ارتكاب أي حماقة ضد لبنان في الملف السوري وتشعباته اللبنانية جدد نصر الله تأكيد أن الذين يقاتلون في منطقة القصير هم من أبناء المنطقة ويدافعون عنها متحدثا عن مزاد علني فيما يتعلق بعدد الشهداء قائلا من يستشهد منه نشيعه علنا أما ما يجري في سوريا فأخذ الحيز الأهم من كلمته فأكد أن الهدف مما يجري لم يعد فقط إخراج سوريا من محور المقاومة بل الهدف وبشكل قاطع هو تدمير سوريا كدولة وشعب ومجتمع وجيش كي تصبح سوريا دولة عاجزة قائلا إن لسوريا أصدقاء حقيقيين لن يسمح بسقوطها بأيدي أحد وخاصة المجموعات التكفيرية آخر المستجدات والتطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية تناولها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أطل عبر شاشة المنار نصر الله استهل حديثه بسوق جملة من الفرضيات حول حقيقة الطائرة التي ادعت إسرائيل إسقاطها قبل أيام متهمة حزب الله بإرسالها حتى بعدما نفض الحزب غبار مسؤوليته عنها ليس هناك سابق أن يقوم بعمل ثم ينفي في عنا تاريخ إذا في ناس معوادين على الكذب نحن هذا تاريخنا 31 سنة من الصراع مع العدو الإسرائيلي ما نقوم به نعترف به ولا نتنكر نهو ونعتز به أيضا بعدين من شاء أن يصدق فليصدق من لا يصدق فلا يصدق من لا يريد أن يصدق هذا شأنه ما من أن نشغل بالنا بهذا الموضوع ولماذا لا نستبعد هذا الأمر وهو أن تكون إسرائيل نفسه هي التي أدخلت هذه الطائرة الصغيرة إلى الأجواء اللبنانية وهي التي أعادتها إلى الأجواء الفلسطينية وقامت بإسقاطها وتعمل جو معين وترسل تهديدات معينة وتحقق مجموعة من الأهداف النفسية والمعنوية والردعية والسياسية والإعلامية وهذا أمر ممكن بدرجة كبيرة جدا وفي العنوان السوري توقف نصر الله عند الأكاذيب المقصود بها ممارسة الحرب النفسية على الحزب لجهة الأرقام المتداولة حول أعداد شهداء الحزب الذين امتزجت دماؤهم بالتراب السوري نحن منذ ثلاثين عاما نعيش في قلب الحرب النفسية في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة كما نعيش في قلب الحرب الأمنية في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة بعض اللبنانيين بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية فتحوا مزاد علني واحد يقول خمسين شهيد واحد لا شو خمسين مية مية وثمانا وثلاثين مية وثلاثة وثمانين ميتان ثلاثمية لا شو ثلاثمية خمسمية أمس لحاله بس قناة العربية نقلا عن مصادرها الخاصة أتلتنا ثلاثين شهيد أنا جمعت العدد يعني يعني ما لا يقل صاروا يفترضوا هني أنه نحن خلال هذه المدة في عنا ما لا يقل عن ألف شهيد يا أخي اسمهم عن نص خمسمائة شهيد بالله عليكم أنت اللبنانية بتعرفوا هذا البلد بلد صغير ما في شي مخبة الأعلام موجودة حتى بالضياء حتى بالزواريب من يستطيع أن يخفي خمسمائة شهيد أو ألف شهيد أو مئة شهيد أو خمسين شهيد ولكن لا هناك كذب متعمد كذب متعمد في هذا السياق والقاعدة اللي ماشية الآن في هذا الموضوع وفي غيره اكذب 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 عندما يكذبون في الليل وفي النهاء قد يصدقهم بعض الناس وأعلن نصر الله لكل الذين يقفون خلف الحرب بسوريا بغرض تدميرها أن دمشق لن تسقط ولها أصدقاء لن يسمحوا بسقوطها بيد الأمريكيين والإسرائيليين مؤكدا عدم وجود مقاتلين إيرانيين على أراضيها ولن تستطيعوا أن تسقطوا يعني أنتم غير قادرين على إسقاط النظام عسكريا لم نكن في يوم الأيام ندعو حتى النظام إلى حسم عسكري لو كان يقدر على الحسم العسكري ولا نحرض في اتجاه من هذا النوع نحن نقول لكم أنتم بالقدرة العسكرية غير قادرين على إسقاط النظام عسكريا من خلال الوقائع المعلومات والمعطيات الميدانية ما في قدرة على هذا النوض مع العلم أنكم ما زلتم تقاتلون الذي يقاتلكم وتقاتلونه أيضا دفعا لبعض ما يقال في الإعلام هو الجيش السوري والقوات الشعبية الموالية النظام في سوريا حتى هذه اللحظة لا توجد قوات إيرانية في سوريا بالخط العريد مثل ما يقولوا أنه بالبحث العلمي يقولوا آخر شيء فافهم فتأمل فتدبر بدكنية أن لسوريا في المنطقة والعالم أصدقاء حقيقيين لن يسمحوا لسوريا أن تسقط في يد أمريكا أو يد إسرائيل أو يد الجماعات التكفيرية لن يسمحوا وعن الوضع في ريف القصير رأى نصر الله أنه من حق هؤلاء الناس أن يدافعوا عن أنفسهم ويحصلوا على المساعدة لن نترك اللبنانيين في ريف القصير عرضة للهجمات والاعتداءات القائمة من الجماعات المسلحة ومن يحتاج إلى المساعدة أو المساندة لكل ما يلزم لبقائهم وصمودهم لن نتردد في ذلك وفيما يتعلق بمقام السيدة زينب نبه نصر الله إلى أن قيام أي جماعات تكفرية بتفجير أو هدم مقام السيدة زينب ستكون له تبعات خطرة وستخرج الأمور عن السيطرة وختم بالتوقف عند قضية المخطفين السوريين في أعزاز مشددا على أن لا أحد يستطيع أن يضغط علينا وعلى موقفنا من خلال هذا الأمر غير الإنساني ورأى أن التظاهر هنا وهناك قد لا يحل المشكلة وأن تفاوض الدولة مع السعودية وتركيا وغيرها لم يصل إلى نتيجة سائلا هل تظنون أننا سنشاهد هذه الأمور والمأساة باستمرار من دون أن نحرك ساكنا يطلبون السجينات في السجون السورية طيب أنا اتصلت بمسؤولين في الدولة اللبنانية لأنهم متأكدوا وشيقوا هذا الموضوع إذا الموضوع صحيح أنا حاضر أنا بروح إلى دمشق وأتحدث مع القيادة السورية في هذا العمر لإنهاء هذا الملف لكن بعدين بيطلع بالإعلام نفي أنه لا هم ما طلبوا طيب أنتوا شو بدكم ودعى نصر الله إلى إخراج المخطفين في أعزاز من الصراع السياسي نشرت بعض المواقع الإلكترونية صورتين تظهران إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير برفقة عناصر من الجيش السوري الحر في مدينة القصير وقد ظهر الأسير وهو على إحدى دبابات الجيش الحر وأكدت مصادره أن الأخير عاد سالما من القصير وبات في الأراضي اللبنانية وأضافت أنه كان برفقة ابنه عبد الرحمن ورفضت المصادر تقديم تفاصيل إضافية سقوط العشرات بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة في ساحة المرج في وسط دمشق والنقاش حول السلاح الكيميائي يتفاعل في ساحة المرج بوسط دمشق التي غالبا ما تكون مكتظة في ساعات ظاهرة الأولى هز تفجير محيط المبنى القديم لوزارة الداخلية السورية وبحسب المعلومات فأن التفجير نجم عن سيارة مفخخة وأفيد عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح من بينهم عناصر من القوات النظامية وتبين أن السيارة كانت قرب الباب الخلفي للوزارة دمشق وصفت التفجير بالإرهابي وطالبت مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات التي وقعت في اليومين الماضيين وفي الرسالتين بعثت بهما وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن دعت إلى وقف الدعم الذي تقدمه مجموعة من الدول الإقليمية والعربية والعالمية التي لا تزال مصرة على استمرار العنف وقطع الطريق أمام الحل السياسي وفي ريف حلب تحديدا في محيط مطار منج العسكري أفيد عن مقتل خمسة عشر عنصرا من المعارضة المسلحة في غارة شنتها طائرة حربية سورية وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات النظام استهدفت المناطق المحيطة بالمطار بقصف مدفعي عنيف في محاولة لفك الحصار الذي يفرده الجيش الحر عليه ومن الداخل السوري إلى المنطقة الحدودية إلى بلدة القصير حيث عثر على جثث قيل أنها تعود إلى عناصر من الجيش الحر قتلوا خلال معارك القصير وأطرافها وغدا تتعرض إحداها لإطلاق صاروخي أردجو منعت روسيا تحليق طائراتها المدنية فوق السورية وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية إن المصالح التجارية لا يمكن أن تطغى على سلامة الذين يستخدمون شركات الطيران الروسية كيميائيا أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مؤتمر صحفي أن استعمال السلاح الكيميائي في سوريا سيغير قواعد اللعبة وأن في حوزته أدلة هوية المستخدم والمكان والزمان مجهولة وأضاف نحن بحاجة إلى معلومات إضافية لمعرفة ما حدث بالضبط ونسعى لتكون لدينا أدلة ملموسة وتخوف أوباما من وقوع الأسلحة الكيميائية في أيدي غير معروفة ما قد يهدد أمن واشنطن وحلفائها مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري قال في مؤتمر صحفي إن اتهام الحكومة السورية باستعمال السلاح الكيميائي جزء من حملة معادية مشهيرا إلى أن هذه الاتهامات روجها سياسيون ووسائل أعلام من دون أن ترتكز إلى وقاء عدامها من جانبها قالت إيران إنها تعتبر الاستعمال المزعوم لأسلحة كيميائية في الصراع السوري خطا أحمر في تكرار لما قالته واشنطن إلا أنها أضافت إن مقاتلي المعارضة السورية هم المتهم الرئيس لا حكومة دمشق أهلا بكم جديد الرئيس المكلف تمام سلام مستقبل في دارته فيلم سيطبي وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي حمل إليه طرحا لم يعلن عنه وكان السلام قد استقبل وفدا من قوى ثامن من آبار دم الوزراء علي قانسو علي حسن خليل جبران باسيل مروان خير الدين والنائب أجوب بقرادونيان والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل وذلك في إطار التشاور لتأليف الحكومة بعضنا بقيد التدام لكن عند دولة الرئيس تمام السلام في استعداد كتير كبير للإيجابية وهيك نعرفه دولة الرئيس ونحنا كمان نتبادل بهالإيجابية نبادله بهالإيجابية وأكيد رح نوصل لمرحلة كتير مهمة رئيس مجلس النواب نبيه بري يوفد الوزير علي حسن خليل للقاء النائب السليمان فرنجي وتشديد على الضرورة قيام حكومة قادرة على تحمل المسؤولية موفدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري زار وزير الصحة العامة علي حسن خليل رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي في دارته في بنشعي يرافقه القيادي في حركة أمل أحمد لبعلبكي في حضور الوزير السابق يوسف سعادي وطوني فرنجي والمحام يوسف فنيانوس وبعد الاجتماع الذي تلته مأدوبة غداء أكد خليل أن الجميع متفق على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى استمرار التحرك للمصول إلى قانون متوافق عليه من الأطراف يسمح بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن نحن متفقين مع بعضنا البعض على ضرورة قيام حكومي إلى أقوى صفة تمثيلية تعكس إرادة كل المكونات بقيام حكومي قادرة تواجه تحديات المرحلة تستطيع أن تواكب عملية إنتاج القانون وإجراء هذه الانتخابات خاصة وإنه اليوم سيكون فيه لقاء مع دولة رئيس الحكومي المكلف لمتابعة التفاصيل المرتبطة بطرحه لتشكيل الانتخابات واللي سيكون فيه نقاش حول بعض النقاط المطروحة وردا على سؤال عن صحة الكشف عن مخطط لمحاولة اغتيال الرئيس بري قال خليل إن الرئيس بري من خلال دوره الوطني هو عرضة للتهديدات منذ وقت طويل مشيرا إلى أن مضمون هذه التهديدات والمخططات هو في تصرف الأجهزة الأمنية وهي وحدها المخولة أن تتحدث في هذا الموضوع لبنان يرأس الشبكة العربية لمكافحة الفساد فهل تبرئ مصلحة المراقبة في الجمارك المرتشين تحقيق رياض قبيسي أبشروا أيها اللبنانيون لبنان رأس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد نعم هو لبنان نفسه حيث توصف الرشوة بأنها شطرة على أنه ولسوء حظ الشطار ولحسن حظنا انضم لبنان إلى الاتفاقية الخاصة بمكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة وهو سيخضع لتقويمها يجب أن نعالج هذا الموضوع دون أن يكون لدينا أحلام يعني لن نتمكن من نزع الفساد لا من روبرتاج ولا من ملاحقة فيه ثقافة عامة بالبلد تغير جزء من ثقافتنا ومع الأسر أنه الرشوة جزء من الحياة الطبيعية وهذا خطأ وخطأ مميت يأمل وزير المال أن يكون قد وجد الحل المثالي لضمان عمل اسكانر على مرفأ بيروت وهي التي جرى تعطيلها عمدا من قبل جهات بعينها أكثر من مرة نحن عندنا عناصر ممتازة وأنا كان إلي الشرف أني أنا اشتغلت معهم حقيقة عناصر ممتازة وبكن لله كل الاحتراب وفيه عندنا من سوق الحز عناصر عطلة لا في شك ولكن هذه العناصر العطلة اللي نحن نعرفها لا قدرنا نحركها لا من هون ولا من هون ولا من هون ولا من هون ولا من يكتغل الناس ولا من يمكننا التصرف لأنه لا شيء اسمه مجلس أعلى الجمهة هوني بسألك سؤال بسناعة منني يعني مثل ما عم بسمعهم من الناس هل سيتم البحث عن مخارج هادي إكراميات أم لا 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 ما في بحث عن المخارج أبدا التحقيق لحياخد لحياخد نجرة ونيابة العامة أنا اليوم النائب العام نأي نشت키 النائب العام المالي حتى عندي بعد دور اليوم بالذات يعني فنحن معنا شيء خبير الفساد السياسي هو الأخطر وما يليه على الفساد الإداري في لبنان مع الأسف فيه فساد بالطبقة السياسية وليزم نكون صراحيا ونقول أنه هايدي جزء من مشكلتنا بمعزل عن الأحزاب بمعزل عن الطواقف بمعزل عن المعتقدات الفساد شيء خطير يضرب لبنان وينخربه كمان في فساد بالقضاء والقضاء بدأ ينقي نفسه هو إذن امتحان في زمن التقويم الأممي هل ينجح القضاء في أن ينزه نفسه عن الضغوط السياسية وغير السياسية وما هي التوصيات التي ستخرج بها مصلحة المراقبة في دائرة الجمارك وإن أخفقوا أو أحبطوا أو منعوا من الكشف عن مكامل الهدر وتحديد الأموال الضائعة عن خزينات الدولة لنا أن نكشف ما لدينا مجدداً أهلاً بكم العالم السفلي دمارفاي بيروت خطأ طبي عند ولادتهما حكم على طفلين بالمعاناة وعائلتهما تناشد المساعدة يعاني هذان الطفلان مشكلات صحية بعدما تعرض لأخطاء طبية في أثناء ولادتهما فخضر الذي يبلغ عشر سنوات يعاني نقصاً في الأكسجين في رأسه أما النبين فتعاني نقصاً في الدماغ الوليدة ترفع الصوت وضع العائلة المادي صعب جداً ولم يعد في مقدورها منذ سبعة أشهر مراجعة الأطباء للإطلاع على حال تفطيهما خصوصاً أن كل تخطيط للرأس يكلف مئة دولار عنده صابي نقص أكسجين برأسه نتيس غلطة حكيم أخذته كثير عملت له تخطيط رأس عملت له علاجات عملت له بس مع علاج فيزيائي بس بعده والبنوت عملوا لها عملية عاليومين ونص كان عمرها ربط مصران صار عنده نقص دماغ بيكلفني صابي كتير مثلاً أنا صلي ست سبعة شهر ما عش أخطر عن الحكيم تخطيط رأسه الحكيمة وين ما أخذه بيقولي فش منه أعمل بس كل تخطيط رأس مئة دولار كل فحصية مئة دولار صحيح أنا أولادي وأنا مسؤولة عنهم بس كمين في ناس مسؤولة عنها يكل بس أولادي ما حدا قدمنا ولا حفظات ولا حليب ولا أكل ولا شرب صلي عشر ستين عبعيني من هالمشكلة هي وأعلنت الوالدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تساعدهم بشك قيمته مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لكن ذلك غير كاف مشيرة إلى وجود عدد من الخيرين والجمعيات الذين يساعدون أطفال كهؤلاء ولكن لا أحد منهم ينظر إلى حال طفليها والآن ننتقل لمتابعة النشرة الفنية وزميننا شادي مساء الخير طولنا عليك الليلة طولت وأكيد في أخبار وكان في برنامج الزعيم فكرمال هاك كان فيه انترويو لأن كانت واعد على تويتر وأي الكلية اللي بيحبوا هايفا وعددهم كتير كبير لأنه اليوم فيه روبرتاج ومقابلة مع هايفا وهبة ولكن نظرا لأنه تأخر الوقت وليأخذ حقه مئة بالمئة رح يكون بنشرة الفنية بنشرة بكرة أما بنشرة الليلة فرح نتابع موضوع أعداته الزميلة نوال بر مرح بنشرة الفنية كان فيه موضوع أعداته الزميلة كريستين حبيب فالزميلات بقسم الأخبار مرايحين يصارلون يوميا هذه مواهب مكبوطة مئة بالمئة بعلم السياسي فيه عندهم هاك نزعة فنية فمرايحين مبسوط بهذا الشيء فرح نتابع هالنشرة بالإضافة لأخبار تانيين سوا فضل الرئيس محمد مرسي يدخل علم الفن ليصبح بطل عدد كبير من أغنيات معارضيه وحتى شعراء لبنان نظم القصائد في وصف مرسي تحقيق للزميلة نوال بره هو ماراثون فني في مصر لم يبدأ ببرنامج باسم يوسف الساخر ولن ينتهي بالعدد غير المصبوخ من الأغاني التي وجد فيها شباب الثورة وسيلة للتعبير عن رفضهم لحكم مرسي في مصر ولعل أبرز أسباب انتشار هذه الأغاني السريع هو تخوف هؤلاء الشباب من أن يصبح الغناء محرما في دولة مصر الإخوان هو فعلاً أكثر رؤساء شعبية بين شباب الثورة فمن لا يفقه في الغناء قرر أن يصبح فناناً ليغني لمرسي هذه الأغاني والرسوم الساخرة التي باتت تعد من أهم مظاهر الثورة الجديدة في مصر وصلت أصداؤها إلى سائر الدول العربية ومن بلادنا لبنان العروبة وليس أي لبنان ارتد صدى الثورة الحقيقية على مصر فكل عربي عاش عصر جمال عبد الناصر لم تهن عليه حال مصر في عصر مرسي وجهك مرصود للويلات سينة وقطارات وبنايات لا تنظر صوب الإهرامات حتى لا تقع من النحسي مرشدك الأعلى قال الطز أليق القول بأرض العز ورئيس فاس بكيس الرز في عهد القلة والبؤس يا سي مرسي هي قصيدة السي مرسي التي كتبها الشاعر اللبناني ألمير طارق الناصر الدين لتصبح كلماتها من أكثر العبارات التي استعملها ثوار يناير في ميدان التحرير الثورة كانت كالعرسي وسرقت الثورة يا مرسي نشرت على الصفحة الأولى من جريدة العربي وعندئذ أتى وفد من جبهة الإنقاذ وأخذ نسخة من هذه القصيدة وطلب حق التصرف فيها فقلت أنا لا أملك شعري تعديل صغير في عنوان قصيدة السي مرسي وينطبق مضمونها على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان ليصبح عنوانها يا سياسيين نوال بري قناة الجديد وفي البانوراما الفنية بعد التدخل بحياته الخاصة والكفور يخرج عن صمته بسكال مشعلاني توقف أحلام البنات خوفا على صورتها نور الشريف ضد باسم يوسف وفي هوليوود صلح ألتون جون ومادونا انفصال مارك أنتوني عن حبيبته وتخليط ذكرى جين فوندا بعدما تناولت المواقع الإخبارية الإلكترونية أخبارا تتعلق بحياته الكفور الخاصة خرج وائل عن صمته قائلا للصحافة الحق بأن تكتب متى شاء لكن أتمنى أن تبقى حياتي الشخصية بعيدة عن الأضواء وأكد وائل أنه لم يهدد يوما بمقادات صحفي ولكنه لا يقبل أن ينسب إليه كلام لم يقله وتصريحات لم يدل بها هذه التغريدات على موقع تويتر تعكس مدى استياء وائل من تدخل الصحافة في حياته الخاصة وهو الحريص على أبعاد خصوصياته عن الأعلام أكد الممثل المصري نور الشريف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في شؤون مصر من خلال صورة الأعلام باسم يوسف وغيره وقال أمريكا بدأت تكشر عن أنيابها بباسم يوسف وغيره عندما تدخل البيت الأبيض لمنع التحقيق معه بحسب خبر نشره موقع النهار اليوم انتهت باسكال مشعلاني من تصوير أغنيتها أحلام البنات من كلمات وألحان مروان خوري وذلك مع المخرج جو بعيد الذي وظف رؤيته الخاصة في الإخراج واتسمت صورته بالجرأة وبعدما كان مقررا عرض الفيديو كليب منذ أسبوع باسكال أوقفت عرضه وطلبت حذف مشاهد جريئة لم تعتد على الظهور بها تهز صورتها وفقا لنصائح تلقتها وجو بعيد يعيد الآن المونتاج انفصل النجم الأمريكي مارك أنتوني عن حبيبته الثارية كلوي جرين وهي مصممة أزياء ونجمة تليفزيون واقع ووريثة مجموعة توب شوب ونقلت صحيفة ذسان البريطانية أن علاقة ثناء أصبحت جدية بسرعة غير أنه لم يكتب لها النجاح يذكر أن مارك أنتوني انفصل عن زوجته النجمة جينيفر لوباز بعد ثماني سنوات على زواجهما وقبلها كان متزوجا من ملكة جمال الكون السابقة ديانارا تورس بعد سنوات على خلافهما الكبير وتصريحاتهما النورية ضد بعضهما البعض وضع النجم البريطاني ألتون جون حدا لخلافه مع النجمة العالمية مادونا وأفادت صحيفة دايلي ستار بأن ألتون جون ومادونا كانوا مقربين جدا لكن علاقتهما شهدت تدهورا بعدما قال عنها جون أنها راقصة تعرن لعينة انتهت حياتها المهنية وفي باريس دعا ألتون جون مادونا إلى عشاء اعتزر منها وصالحها كرمت هوليوود الممثلة المخضرمة جين فوندا البالغة من العمر 75 عاما بتخليد ذكراها من خلال وضع بصماتها في الإسمانت على رصيف الشهرة في هوليوود بحضور المعجبين بالإضافة إلى نجوم مثل إيفا لانجوريا وجيم كاري وقد وضعت جين فوندا بصماتها كربة بصمات والدها الممثل الراحل هاري فوندا الذي حظي بهذا التكريم عام 1942 رائد هيدا هي نشطنا الفنية وقامعك حق 75 سنة مش مبينة أبدا مش مبينة أبدا حلوة كتير عليك الحالة كله رح يكون بنشط بكرة مع أجمال فنانة اللي هي هيفا وهبة بدي أرجع اعتزر من محبين كانوا من فان ذاتها نشوفوا الليلة المقابلة معها ولكن بكرة التفاصيل كلها شكرا شادي يعطيك ألف عفو والآن طبعا تذكير بأهم ما جاء في النشر إن لسوريا في المنطقة والعالم أصدقاء حقيقيين لن يسمحوا لسوريا أن تسقط عشرات الضحايا بتفجير في المرجع سلام يلتقي وفدا من الثامن من أذار صور للأسير في القصير دمتم بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة